اشتركوا في القناة هذا الإنسان وهذا التصرف لا شك بأنه محرم ولا يجوز من حيث أولا إقامة العلاقة مع امرأة أجنبية وعدها بالزواج ثم سيبها بمثل هذه الطريقة فهو واقع فيه أكثر من ذنب منها إقامة علاقة الخلوة بهذه المرأة التعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته أيضا كسر خاطر هذه المرأة بعد ذلك بتركها بمثل هذه الصورة فهذا والعياذ بالله واقع في ذنب عظيم وهذا معرض نفسه لسخط الله و لعقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل يوم القيامة لأنه حصر منه بغي و ظلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجر الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة يعني من العذاب الأمر الثاني بالنسبة لهذه البنت التي سمحت لنفسها أن تتواصل مع هذا الشاب و أن تقيم علاقة معه بمثل هذه الصورة المحرمة أيضا عليها الإثم و عليها ذنب عظيم و قد يكون هذا عقوبة لها أيضا حيث إن الله تعالى فرق بينهما عقوبة لها لأن ما أتت البيوت من أبوابها و ما يعني فعلت ما تفعله البنات الطيبات من ترك الأمر للوالدين و لا تسمح لمثل هؤلاء الشباب فعلا أن يمارسوا هذا الشيء من التعامر قد يكون هذا الشاب يا أخت الفاضلة فكر و قال هذه البنت اللي سمحت لنفسها أن تخرج معي و أن تقيم علاقة معي و أن تخلو بي و أن أخلو بها هذا لا تصلح أم لأولادي ما فكرت في هذا يقول لا تصلح أم لأولادي كيف الآن سمحت لنفسها و رضيت بأن أقيم علاقة معها طبيعي و ذلك أنت توبي إلى الله و تركي هذا الأمر و لعل هذا الأمر خير لك أن تنتبه و أن تستيقظ من هذا السبات و أن تحسن علاقتك بربك و أن أي شاب يريد أن يتقدم لك يأتي البيوت من أبوابه و لا تسمحين له أن يخلو بك أو أن ينفرد بك أو أن يقيم علاقة معك أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع